نادي الزمالك الحقيقة كنا قلنا مبارح وسألت كابتر ريد عبدالعال لو جزيه بيسيرو مدرد منتخب ناجيرا الحالي حقيقة جاي نادي الزمالك بالنسبة لك ايه رأيك قال لي لأ المفروض يدل الفرصة لمعتم الجمال لنهاية المسلم بعد كده يفكروا خلي بالكم بيسيرو مدرد منتخب ناجيرا في الوقت الحالي ومنتخب ناجيرا تعادل مبارح تقريبا واحد واحد او النهاردة تقريبا لكن مبارح طيب لان المرشات كلها ايه كتير فالواحد ايه يعني بيشوفها يعني لكن اتحد للناجيري بيقول اللي بيسيرو انا هو بياخد سبعين الف دولار الراجل قال له احنا مش قادرين ندفع المبلغ ده فبالتالي بعد التعادل ده كمان مرشح ان هو يمشي انا بتتكلم ان هو بياخد سبعين الف دولار في المنتخب الناجيري والتحد للناجيري مش قادر يدفع الفلوز وقالوله احنا مش قادرين في ظل تخبط فيه النتائج بتاعته في وقت كمان حصل تواصل ما بين احد الوسطاء اللي بيسيرو ونادي الزمالك ما بينهم هما الاتنين وراجل ما عندوش ادنى مشكلة ان هو ييجي فقط هو عايز مبلغة الـ 80 الف دولار او الـ 70 الف دولار بالنسبة ليه بالنسبة له فيه تقاضي اجر يعني ايه اللي يحصل هلنادي الزمالك ده بالنسبة له مناسب الأمور بالنسبة له مناسبة ده برضو هنشوفه في الايام القادمة خصوصا يعني فيه تأجيل لنقطة المدير الفني الاجنبي حتى يناير القادم لكن بيسيرو احد المرشحين بقوة لنادي الزمالك طيب جميعنا الزمالك هتكون متواجدة في استاد بورج العرب 30 الف مشجع بأمر الله هناك أزمة دفاعية اه في نادي الزمالك قبل هذه المواجهة اه عندك حسين عبد المجيد اصاب مبارح في مناخيره عندك محمود علاء برضو عنده اصابة التبقى محمد عبدالغاني عندك والمسلوسي فمين هيكون موجود بقى او هيلعب كابتن معتم الجمال هيشتغل ازاي هل وبصفة الزناري كمان متعور وعند متعاقب سوريا انا اسف اه عنده مشكلة طبعا فبالتالي كابتن معتمد هل ممكن يغير طريقة الاداء او طريقة الشكل الخططي بالنسبة له ولا هيشتغل بمين في هذه المنطقة بالنسبة لنادي الزمالك ازمة موجودة في دفاع نادي الزمالك اه الحقيقة ما نجي نبص يعني انا مش عايز اقول مشكلة في نادي الزمالك في الوقت الحالي لانه هو نادي الزمالك وصل لحل مع سوريو في المستحقات والمتاخرة وخلاص الامور بالنسبة لهم ده احد القرارات الموافع على يعني دفع الفلوس لأسوريو وان الامور تبقى صافيا لابن حليبي اشتغل بالنسبة لهم كلا هما الاتنين والراجل يمشي من غير مشاكل وما يبقاش في مشاكل جديدة الحقيقة لنادي الزمالك ولا اي شكوى تبقى جديدة في ظل ان انت اصلا عايز تحل المشاكل الموجودة عشان ترفع القيد مشكلة لسبورت انجليش بونا وعشان ترفع القيد في يناير القادم وبالتالي احد اللاعبين اللي كانوا متواجدين في النادي الزمالك وعار الى نادي الجونة في التوقيت الحالي احمد بالحاج ليه مستحقات متأخرة تقريبا بتصل لمليون وربعمائة الف جنيه حتى الان يعني ما اخدهاش وبالتالي يعني كان في تواصل ان اللعيب لو ما اخدش الفلوس ده من خلال الوكيل اعماله اسلام الشحات لو ما اخدش الفلوس هيتم شكوى في التحدي المصري لكورت القادم وبعد كده تحدي الدولي بعد كده طيب زي ما قلت حاكم كده في تأجيل لملف المدرب الفني او مدير الفني الجديد الاجنبي في الفترة القادمة بالنسبة ليه نادي الزمالك وهيكون الاعتماد على كابتن معتمد حتى يناير القادم بالنسبة ليه الادارة الفنية ايضا في نفس الوقت المعارين في نادي الزمالك مين هيحدد الموقف الخاص بيهم كابتن معتمد ايضا عندك مجموعة المعارين حقيقة متقلقين في انديتهم حسامة فيصل حسام اشرف يعني دول افضل اتنين لعيبة موجودين في الامور المعارين برا نادي الزمالك وايضا حمد علاء في التوقيت الحالي لعب سموح